لكلمة الرئيس على بعض الكلمات التي تقالت في هذه الجلسة بعنوان التجارب التنموية في مواجهة الفقر الرئيس قال وتكلم عن برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر عملته في عام 2016 وقال إن فيه شفافية ما بين الحكومة وما بين الشعب وفيه تواصل مستمر إن الشعب هو اللي تحمل صعوبات كبيرة جدا جراء هذا البرنامج لكنه في النهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي هو اللي خلانا دلوقتي وقفين على رجلنا خلانا نروح للوقتي نسمع طبعا هذه الكلمة لقالها سيادة الرئيس عن تعليقه على برنامج الإصلاح الاقتصادي ونرجع لحضراتكم مرة تانية يهمين إن أنا أسجل إحترام وتقدير وتحية كبيرة جدا لشعب مصر لأن إحنا أنا مش هقول السر ولا حاجة لما كنا بنناقش الموضوع دوت على المستوى المصغر في الحكومة كانت الأجهزة والوزارات متحسبة جدا من الموضوع لكن أنا صدقوني أنا بتكلم وهم يعرفين ده كويس أنا كنت مراهن على الشعب المصري وكنت مراهن على المرأة المصرية وقلت البرنامج ده وقلت البرنامج ده حيمرر والناس حتقبله وهتتحمله وده بالمناسبة اللي أثبت بعد كده أن إحنا لو ما كناش عملنا ده كنا حنبقى في كارسة كبيرة جدا لو حصلت جات كورونا واحنا مش جاهزين لها الإصلاح الاقتصادي ده وتحمل المصريين كان كان الطريق اللي خلانا نقدر نتحمل صدمة اقتصادية وصدمة صحية حتى في حاجات تانية كثيرة